السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا مع الفايدة المركبة وشفنا المرة اللي فاتت ازاي نتعامل مع البنك اكثر من فترة داخل السنة وشفنا يعني ايه معدل حقيقي ومعدل اسمي والان برضو ازاي نقدر نقسمها النهاردة بقى نشوف طيب لو القانون بتاع الجملة اللي احنا خدنا ده جي فيه مجهول من المجهيل يعني مش لازم الاس اللي تبقى مجهولة يعني ممكن اي حاجة تانية تبقى مجهولة فمثالة هو عندنا في الكتاب المقرر بيقول لي اقترد شخص مبلغ ما مبلغ ما يعني الايه غير معروفة من احد البنوك اللي يحسب فوايد مركبة بمعدل 8% سنوان واركز بقى بعد ما بديني المعدل هل جوه السنة فيه فترات ولا ما فيش لغاية دوقتي ما فيش فاذا علمت ان جملة ما يشدده في نهاية 15 سنة و 9 شهور دي المدة كده على بعضها دي الان هو كذا نهاية ما يشدده كلمة نهاية او اخر المدة او الكلام ده كله معناها الاس يعني هو مديني الاس مش مديني الايه احسب اصل المبلغ ان هو عايز الايه طيب الاس عندي موجودة الان 15 و 9 شهور نكتبها بالشكل ده عدد صحيح وكاس 15 و 9 على 12 على الالحسبة يعني 15 و 3 اربع 75 من 100 يعني 3 اربع 15 و 3 اربع السنة يعني الالحسبة كله يعني 15 و 9 شهور يعني 9 على 12 فهنا السنة عندي 15 و 75 طيب اه المعدل عندي بتمانية في المية سنة ويخلاص ما فيوش اي لعب ولا فترات داخل السنة يبقى المجهول عندي هو مين هو الايه اخش على قانون الجملة اكتبه ايه اللي موجودة عندي الاس موجودة الاي موجودة الان موجودة يبقى الايه اللي مجهولة لو طلعت الايه بره بقى اسمها القيمة الحالية خلي بالك زي ما قلت في اول محاضرة او تالي محاضرة يبقى القيمة الحالية بتساوي الاس بقى على واحد زائد اي او س ان اعوض على طول تعوين مباشر بالآلة الحزبة تديني 6155 و 23 يبقى اصل المبلغ هو القيمة اللي احنا طلعنا ها دي طبعا دي مسألة تعتبر مباشرة خالص المسألة دي من المسائل الهمة جدا جدا هنا بيقول لي اقترض شخص مبلغ 18 الف دولار لمدة عشر سنوات وقد عرض عليه البنك احد البدلين حكاية البدائل دي مهمة جدا عندنا فرادة المالية قال له طيب انت الوقت اخدت بيني قاردة 18 الف دولار قدامك حاجة من اتنين طبعا كل الشغلة عندنا فائدة مركبة مش يازم اقولك يعني الجزء ده كله مركب ان يدفع عائد 16% بفائدة مركبة طبعا وتضاف الفائدة كل 3 شهور يعني اكتب كده باللغة العامية يعني اربع مرات في السنة وفارمل بقى جامد اربع مرات في السنة الله ده فيه حاجات كتير هتتغير انها هتتغير والايها هتتغير هتبقى ايه قصة دلوقتي ولا تدفع ل 15% سنوي وتضاف كل 4 شهور يعني ايه كل 4 شهور باللغة العامية بتاعتنا يعني 3 مرات في السنة لازم اكتب لنفسي كده يا جماعة وانا بحل المسائل لكن لو فضلت اقرأ المسألة كده مش هفهمها لكن لو ترجمتها بالشكل انا بقوله ده شوف بقى هتيجي معنا ازاي طيب اولا المبلغ بتوانتاشر الف والانا بعشر سنوات ده لغاية دلوقتي نمسك البديل الاول اللي هو قال لنا يدفع 16% ده معدل اسمي بيتضاف 3 شهور اهو 4 مرات في السنة طب يبقى يبقى المعدل ده 16% للسنة كلها اروح مجايب المعدل الفعل بقى اروح مقسم ال 16 على الاربعة لان انا عندي اربع مرات في السنة يديني اربعة في المية كل 3 شهور يزود لي القرد بتاعي اللي انا خدته ده يزيد كل 3 شهور بمعدل اربعة في المية طيب يبقى معلوماتي دلوقتي بقت الايب اربعة من مية طيب وخلي بالك معايا والان انا تعاملت مع الان عشر سنين بس في العشر سنين كنت بتعامل مع البنك في البديل الاول ده في السنة الواحدة اربع مرات يبقى تعاملت في العشر سنين اربعين مرة مع البنك يعني البنك اكد انه زود لي القرد ده زوده علي بفوايد 40 فترة طيب نعود بقى على طوف قانون الاس الايه هي بقت موجودة الايه طبعا اتغيرت ما بقتش الايه اللي مدهاني والان ما بقتش العشرة يبقى لما يكون فيه لعبة او فترات داخل السنة يبقى لازم اضرب العشرة دي في اربعة واقسم الاي للستاشر على اربعة اروح مخلص طبعا قدامي سبيلين في هذا الموضوع ان انا ممكن ابص في جداول الجملة المركبة اللي عندي فيه اخر الكتاب كويس كده اشوف القيمة دي اللي هي القيمة اللي فوقيها القس دي موجودة قلتلك عند الناس اللي تعبت زمان قبل اختراع الالة الحزبة موجودة عندنا في الجداول هبص عند ان باربعين يعني هبص عند العمود ده كده اول عمود عند ان باربعين وهبص عند جدول اللي هو اي بتساوي اربعة من مية فيه جدول مخصوص للاربع في المية هبص عند مين بقى عند اول عمود بتاع الجملة اول عمود ده بتاع الاس شوف كده امشي لغاية موصل للاربعين الرقم اللي هنا ده هو قيمة القس اللي انا معلم عليه بالاحمر ده اللي هي اربعة وتمانية من عشرة وشوية كسور كده اروح ضربها في الايه في التمنتاشر الف تديني على طول القيمة يبقى تمنو يبقى ستة وتمانية ألف وتمانية وتمنتاشر يبقى ده قيمة نهائية للاس يبقى الراجل ده هيدفع القرد اللي خده هو خد تمنتاشر ألف هيدفعه بعد عشر سنوات يعني بعد أربعين فترة ستة وتمانية ألف وتمانية وتمانتاشر طيب الراجل ده اتحمل فايدة ادية يعني الراجل ده فويده كتيرة جدا انه هو كان واخد 18000 بس من البنك عشان كده الفايدة المركبة بتزيب بشكل فضيع طيب يبقى نطرح بقى الاس اللي انا جبتها دي من ال18000 يعبوس الرجل ده تحمل فوائد بس 68418 تمام؟ ده البديل الاول لسه مش عارفين عنه البديل انا افضل هنشوف دلوقتي لازم نحل البديل التاني البديل التاني بقى حضرتك معدله 15% يضاف كل 4 شهور كل 4 شهور يقع في شهر 4 وفي شهر 8 وفي شهر 12 يبقى كده 3 مرات في السنة يبقى المعدل ده مش حقيقي المعدل ده اسمي يتقسم على 3 بقى 5% لكل 4 شهور والعشر سنين ما بقعوش عشر سنين بقى عشرة بتعامل مع البنك 3 مرات يبقى عشرة في 3 بتلاتين فترة اروح ايه بقى 18000 في 1 زائد 5 من 100 ما بقيتش بقى 15 وما بقيتش دي 10 بقى 30 برضو بالنظر في جداول فايدة مركبة اوف بقى عند الان بتلاتين عند نفس الاول عمود بس المرات دي في جداول بجام بخمسة يبقى في جداول في الكتاب لكل اي لعلى حدة ابص هنا عند اول عمود عندنا لان ده يخص الجملة هي سبتة جداول دي لا تتغير تحت ايه ظرف من الظروف هتلاقي القوس ده اللي انا معلم عليه بالاحمر اللي هو فيه القس بتاع الان يساوي 4 و 32 من 100 هنضربه فيه 18000 زي ما حضرتك شايف كده يدينا القيمة دي 77794 يبقى جملة الراجل ده 77794 وهنا نحسب له الفايدة اللي اتحملها نطرح الجملة اللي هو دفعها من ال 18000 اللي هو اقتراضهم في اول المسألة يبقى هنا هيدفع بقى فوايد 59794 طبعا هنا الفايدة اقل والراجل ده هو هيسدد القرد فكده يختار البديل التاني حيث البديل التاني اقل من البديل الاوناني وهو الافضل المسألة دي مهمة جدا وفيها بقى الفكرة بتاعتنا نقسم على اربعة واقسم على تلاتة وممكن فيه تعاملات اخرى ان شاء الله هنشوفها ان احنا نقسم على اتنين ونضرب في اتنين وفيه ساعات القيمة بتتقسمش اصلا ودي لسه مرحلة جاية ان شاء الله هنشوفها في الفيديوهات القادمة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته